اشتركوا في القناة وبعض الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من روح القدس والإيمان فانضم إلى الرب جمع غفير اسمه الأصل يوسف لكن لقبوه ببرنابة ومعناتها ابن المشجع بسبب التسجيع اللي كان بعيشه بين المؤمنين هو أول من ذكر عنه أنه باع حقله وأتى بفلوس الحقل للتلاميذ هو أول من أخذ الخطورة وتعرف على شاول الترطوسي اللي كان دا يضطهد الكنيسة بعد ما آمن شاول وصار بولوس الرسول وبرنابة عرفه على التلاميذ ووقت اللي صارت نهضة في أنطاكيا أرسلت الكنيسة برنابة المحب الممتلئ من الروح والإيمان المشجع برنابة نتعلم من برنابة أنه هو مشجع أو بنفس الوقت هو كان خاضع للروح القدس وقبل أن ينطي القيادة لبولوس مع العلم أنه هو مؤمن قبل بولوس برنابة كان مستعد للتعامل مع كل الفئات بولوس صاحب سمعة المضطهت مرقص الشاب اللي تخلى عن مسؤوليات خدمتها وبرنابة استمر يخدم ويريد أن يدعمهم ويكون وياهم بالعالم اللي احنا عايشين بيه محتاجين إلى أشخاص مثل برنابة محتاجين لها شخصيات أنه يكونوا مشجعين يدعمون الضعفاء بيشجعوا الناس اللي هم فعلا محتاجين واحد يكون قريب عليهم بأصعب ظروف حياتهم أنا معروف هل أنت هاليوم هو برنابة عصرك كنيستك محتاجة إلك المجتمع محتاج إلك محتاجة أنك تكون المشجع وبتكون الشخص اللي بتوقف ويا الناس المحتاجة تسجيع خلينا نصلي أنه الرب فعلا يخلي على حياتنا نفس الروح اللي خلاها على برنابة يا رب يسوء احنا بنشكرك من أجل برنابة لكن أيضا يا رب نشكرك من أجل روحك القدوس اللي موجود اللي ما تغير يا رب كل هالسنين انت هاليوم تقدر تطلع من عدنا يا رب برنابة لهذا الوقت لهذا العصر ساعدنا يا رب نكون مشجعين لبعضنا الآخر باسم المسيح يسوع اصلي آمين آمين وربي باركك اشتركوا في القناة